فضيحة تهز كرة القدم فيفا يفتح تحقيق بحق عنصرية لاعبي الارجنتين تجاه الفرنسيين قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فتح تحقيق بحق لاعبي الارجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم الأحد على حساب كولومبيا وفق ما أفاد الأربعاء الحادثة بدأت عندما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه لاعبو الارجنتين وهم يرددون هتافات عنصرية ضد لاعبي المنتخب الفرنسي خلال احتفالهم بلقب كوبا أميركا 2024 الفيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي إنسو فرنانديس والذي ظهر فيه يشارك في الهتافات المسيئة هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام حيث تسببت في موجة من الانتقادات من مختلف الجهات الرياضية والرسمية أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن إجراء تأديبي بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديس نتيجة مشاركته في الهتافات العنصرية في بيانه قال تشيلسي نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي اتخذ النادي إجراءا تأديبيا داخليا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يتأخر في الرد على هذه الحادثة في بيان رسمي قال الفيفا فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين مشجعين أو مسؤولين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الهتافات العنصرية يوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الفرنسي أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي فيفا بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024 الحساسيات بين الأرجنتين وفرنسا في عالم كرة القدم ليست بجديدة التنافس بين المنتخبات الكبرى غالبا ما يكون مشحونا بالعواطف والمشاعر الوطنية ولكن الأمور أخذت منحا آخر عندما تم تجاوز الخطوط الحمراء بتوجيه إساءات عنصرية على مدار السنوات شهدت الملاعب حوادث مشابهة حيث تكون المنافسة في بعض الأحيان حادة لدرجة تفقد السيطرة وتتحول إلى تصرفات غير رياضية وغير مقبولة هذا التحقيق والإجراءات التأديبية المتخذة سيكون لها تأثير كبير على اللاعبين المعنيين إنسو فرنانديس الذي اعتذر علنا عن مشاركته في الهتافات العنصرية سيواجه الآن عواقب قد تؤثر على مسيرته المهنية القرارات التأديبية قد تتراوح بين الغرامات المالية إلى الإيقاف عن اللاعب لفترة محددة وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستقبله كلاعب كرة قدم محترف الأندية الرياضية تلعب دورا حيويا في مكافحة العنصرية وتعزيز قيم الاحترام والمساواة نادي تشيلس الإنجليزي يعد من الأندية التي تتبنى سياسات صارمة لمكافحة التمييز والعنصرية من خلال الإجراءات التأديبية التي اتخذها النادي بحق لاعبه إنسو فرنانديس يبعث النادي برسالة قوية مفادها أن أي تصرف غير لائق سيتم التعامل معه بحزم وجدية مثل هذه الحوادث يمكن أن تؤثر على العلاقات بين الاتحادات الرياضية للدول المعنية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر عن استيائه الشديد من تصرفات بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني وهذا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين الاتحادين في المستقبل الشكاوى الرسمية المقدمة إلى الفيفا ستتطلب تحقيقات مستفيضة وربما إجراءات تأديبية صارمة الاتحاد الدولي لكرة القدم يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع قضايا العنصرية في الرياضة على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التمييز إلا أن حوادث العنصرية لا تزال تظهر بين الحين والآخر الفيفا مطالب باتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لضمان أن تكون الملاعب أماكن آمنة ومحترمة للجميع بغض النظر عن لون البشرة أو الجنسية أو الدين